زميلنا كريم أحمد من تطوان من المغرب في تاني أيام البعثة في المغرب طبعاً النهاردة زي ما قلت حراركم الأجواء كتعاصفة الفور سيزنز في أيام بكده بتيجي تشوف الأربع فصول في نفس اليوم وده كان الحال النهاردة في المغرب في تمرينة الأهلي تحديداً خلينا نرحب بكريم ونقول له مساء الخير ونسلم عن تاني أيام البعثة وتاني تدريبات الأهلي في تطوان النهاردة يا كريم تقول لنا آخر التفاصيل مساء الخير عليك زميل عزيز أحمد سمير تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين أو كل جمهور للنادي الأهلي يعني بالتأكيد طقس متقلب وصعب جداً الحقيقة لكن جو الكرة يعني لو بنيجري التكلم على كرة القدم حاجة هتبقى ممتعة جداً لكن الأمطار والثلوج والعواصف بتأثر بشكل كبير جداً زي ما احنا عارفين على التدريبات أو على المباريات النهاردة الحقيقة يعني التدريب الثاني الفريقة النادي الأهلي شهد تقلب جو غير طبيعي يعني في أقل من دقائق شمس كانت متواجدة لكن في أقل من دقائق الحقيقة أمطار بغذارة بشكل كبير جداً وفضلت متواصل الحقيقة لمدة 15 أو 18 دقيقة مما أدى الحقيقة لمستر كولر خوفاً طبعاً على العيب اللي نادي الأهلي من تعرض لأي نزلات برد لأن الطقس يمكن صعب شوية وممكن العيبة مع السخنية الكبيرة جداً ومع المجهود اللي بيبذل الحقيقة فيه التدريبات فكان الحفاظ بضغط الفقرات التدريبية يعني تقليص التدريب كده ما كانش المدة كاملة بقى بقى طبعاً التدريب كان تم في الجيم كلها كانت حاجات طبعاً بسيطة جداً على أن بقى يكون التدريب الأخير غدب بمشيئة اللي جرعة تدريبية كاملة الفريقة النادي الأهلي على نفس الملعب ملعب سنية الرمل اللي بيقام عليه كل التدريبات حتى موعد المباراة نهاردة يمكن التدريب زيما بنقول ما كانش طويل شوية لكن نفس الجدية الموجودة نهاردة كان فيه جاري كبير جداً ما كانش فيه طبعاً حاجات شوتينج أو كرصات أو كرات سبت لأن الهواء كان صعب جداً فمشيطي قدر أن أنت تتحكم فيها الكرة لكن يا رب إن شاء الله التقس يبقى هادي شوية بالنسبة للتدريب الغد علشان يستفيد النادي الأهلي الحقيقة من التدريب ومن بعد الغد إن شاء الله يوم الأربع بنتمنى طبعاً ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش أمطار لكن تكون فيه برودة تكون فيه كل الأمور دي هتساعد فريق النادي الأهلي كالعادة للجاري الكبير ويا رب إن شاء الله يكون توفيق النادي الأهلي مع فريق النادي الأهلي مبارح يمكن بعد ما عملت المدخلة معك وعرفت أخبار البعثة والفريق منك يا كريم كان فيه معنا مدخلة مع أحد الإعلامين المغربة سيد مأمون الخلقي وكنت بكلم على فكرة عدم التدريب على ملعب المباراة كان بيقول لي إنه ده بسبب إنه كان فيه يعني تأخير شوية في انتعرف الملعبين اللي هستضيفوا مباراة البطولة حصلت فيهم عملية تطوير وتغيير لأرضية الملعب فقال إنه التأخير في عملية اللمسات الأخيرة هو بس اللي حرم الفرقتين من الميران إنه هم يعملوا الميران الرئيسي على الملعب لكن بعد المباراة اللي فتتحية إن شاء الله الفرق كلها هيبقى ليها فرصة تدريب أخير أو تدريب رئيسي على ملعب المباراة عايز منك كواليس اليوم يعني بعيدا عن التدريب حالة اللعبين مين بيتكلم مع مين تواجد كابتن محمود الخطيب كلام كولر حتى مع اللعبين الجدد والصفقات أو الأسماء اللي يمكن هتظهر لأول مرة في يعني مشاركة مع الأهلي في كاس العالم للأندية يعني هبدأ معاك زميلي أحمد باجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لعاب النادي الآلي في فند الإقامة يعني رسالة ومردود كبير جدا للعابة النادي الآلي ورسالة تحفزية كبيرة جدا يعني كالعادة طبعا كابتن محمود الخطيب جمع لعابة النادي الآلي والجهاز الفني وأكد على أهمية هذه البطولة أكد على الانطلاقة لابد تكون بجدية كبيرة وإصرار ملايين الجماهير منتظرة النادي الأهلي الشعب المصري منتظر يفرح النادي الأهلي يفرح الشعب المصري فيمكن كاترسالة تحفزية كالعادة لكابتن محمود الخطيب قبل طبعا التوجه إلى التدريب الحالة المعنوية والحالة التركيز كبيرة جدا جدا وده اللي بنشوفه في فند الإقامة يمكن التقس زي ما بنقول صعب شوية فما بنشوفش لعابة غير في المطعم أو في غرف المعيشة في المطعم بعد انتهاء على طول الغداء أو العشاء بتلاقي لعابة قاعدة وبتتكلم ثنائية كل واحد بيتفرج على هاي لايتس لأي مباراة ممكن لأوكلان سيتي اللي فاتت ميستر كولر كمان مع طبعا مخاطط الأحمال وأيضا كمان محل الأداة بيكون عارض بعض الفقرات الخاصة بالقصور بممكن بعض اللعيبة بتحاول طبعا هي تطور من أداة تغطية العكسية دي قد صعبة خلاص كل مركز زميلة أحمد في هذه المرحلة أيضا كمان شناوي ككابتن فريقا للنادي الأهلي ربيعا للسولية اللعيبة دي ممكن لها دور كبير جدا العلي معلول الحقيقة بقيمته الكبيرة بتشوفه في التدريبات قبل التدريب بيتكلم ياخد لعيب يكلمه خالد ممكن أيضا كمان مروان كريستو اللعيبة دي زي ما بنقول انسجمت سريعا مع فريق النادي الأهلي ترجع للعيبة الكبار زي ما بنقول في كل مرة لدورهم الكبير وشرح كل تفاصيل الغرف في تخلع الملابس وسر مجاح النادي الأهلي يا أحمد أنت عارف أن يكون فيه احتواء كبير جدا من لعيب النادي الأهلي لكل الوفيدين للجدد لأن احنا محتاجين كل اللاعبين عنده معي كبير جدا الصفقات الجديدة الكابتن محمود الخطيب أيضا كمان بيحاول ان هو يتكلم معهم كده بشكل بسيط يحفزهم لكن عايز اقولك يمكن الفكر اللي موجود في الثلات الحقيقة اللي متواجد مع فريق النادي الأهلي يكونوا اضافة ان شاء الله ويظهروا بشكل يليق بيهم ويليق باسم النادي الأهلي مع المجموعة الممازنة اللي معنا ينقصنا التوفيق الحقيقة يا أحمد كولر بيبزل كل المجهود الجهاز الفني بيحاول ان هو يبزل كل المجهود لكن يا رب ان شاء الله في هذه البطولة اللي جاية من بعيد شوية يمكن ربنا ياخدنا فيها بعيد جدا ان شاء الله ونوصل لمرحلة بعيدة جدا في هذه البطولة زميلي أحمد طبعا أنا معي واحد من نجوم حرص المرمى كلاعب ومدرب كابتن أحمد ناجي هو وظيفي النهاردة في الحلقة ومش عارفها كابتن أحمد تحب تسأل كريم حاجة حاجة ليه علاقة بينكن أو بحرص مرمى النادي الأهلي طبعا اللي موجودين مع البعثة كريم ازايك وحشني كتير كابتن أحمد يا معتزل ان انا مرحبتش بيك في البداية يعني انا كابتن أحمد ناجي يعني يعني شرفت ان انا كنت في قطاع النشئين الحقيقة وكابتن أحمد ناجي كان طبعا مدرب حراص المرمى وكان يعني هو اللي خالى شيفي كرامي بهذا الشكل الكبير جدا في قطاع رأس المرمى طبعا في قطاع النشئين برحب بيك يا كابتن ناجي وأنا معك في أي سؤال لا هو خلي بالك الحاصل ده ممكن يكون مفيد جدا للفرقة لأن الفرقة تلعب مباريات مضغوطة وكل 3 يام مباراة لو التدريب خف النهاردة ما تقلقش يعني فده أفضل يريحوا كده يوم كمان ولا حاجة لحد ما الجوي يبقى أحسن وده مش مشكلة خالص طبعا تحياتي لمستر يانكون صديق العزيز جدا وكل الحراس وكل اللاعبين وبنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والتركيز لأن طبعا كل الناس بتقول أوكلاند سيتي وفرقة مش كبيرة لا الفرقة دي مش كبيرة على الورق ممكن في الملعب تبقى حاجة تانية فلازم نبقى أكيد فريق التحليل في النادي الأهلي عمل شغله وعمل سكاوتينج وإناليسيز على أداء الفرقة وإن شاء الله يكونوا درسوا كويس إمكانات الفرقة بشكرك يا كريم شكرا جزيلا وهنكون معك بكرة إن شاء الله في اليوم الأخير قبل إن شاء الله يوم المباراة واحتمال كمان تكون معنا يوم المباراة ليه لا يعني طبعا نعرف منك آخر أخبار بعستنا الزميل عزيز كريم أحمد من تطوان في المغرب دي أخبار فرقتنا النهاردة